تتسع دائرة محادثات حول اختيار مرشح مقبول بين القوى السياسية السنية بديلاً لرئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي اجتماعات مكثفة أجرها تحالف السيادة بحضور قادة التحالف وأعضائه من أجل التشاور لاختيار الشخصية المناسبة لمنصب رئيس البرلمان مصدر مطلع ليواني نيوز أكد أن رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر ورئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي وبحضور 62 نائباً يمثلون المحافظات والمناطق السنية عقدوا اجتماعاً للاتفاق على سلسلة خطوات لاستكمال الاستحقاقات الدستورية فيما تابع المصدر أن نواب السيادة خولوا الخنجر والحلبوسي حصراً باختيار رئيس جديد للبرلمان العراقي وهذا التخويل أعطى للنواب الفرصة بتقديم طلب إلى مجلس النواب يقضي بتأجيل جلسة انتخاب رئيس للبرلمان لحين اختيار من يشغل المنصب بديلاً عن الحلبوسي وفي شأن المواقف السياسية الأخرى أظرت المتحدثة باسم مقر الزعيم مسعود بارزاني خالد خليل بياناً بهذا الشأن كشفت فيه عن أن الرئيس بارزاني مع أن يكون رئيس البرلمان العراقي من المكون العربي السني وأي مرشح ينتخب لرئاسة البرلمان العراقي يجب أن يحظى بإجماع وقبول أغلبية الجهات السنية داخل البرلمان أما على صعيد المواقف بشأن قرار المحكمة الاتحادية قال المراقبون لشأن السياسي إن قرار المحكمة فتح الباب أمام أسئلة جوهرية بشأن دورها في بنية النظام السياسي واتخاذها سلسلة من القرارات المؤثرة الأمر الذي عرضها لاتهامات بالتسييس في ظل نفوذ قوى سياسية مسلحة لا تنصاع لقوانين الدولة